لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون صلى الله عليك يا مولانا يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين ما خاب والله من تمسك بكم وأمنا من التجأ إليكم طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم فوزايا عظيمة قال تعالى يا أيها الناس ضرب مثلوا فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه مين ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز البحث في الوباء والأمراض والابتلاء والجراثيم من منظار توحيدي وقرآني وقلنا أنه إرسال الوباء ليمتحن به العباد هذا جزء النظام الأحسن فإرسال الوباء والجراثيم لتأديب الإنسان فيه فوائد كثيرة من جملة الفوائد بيان ضعف الإنسان لأن الإنسان إذا عرف قدراته عرف حدوده عرف طاقاته ما يصير طاغي لأن الطاغ ما هو الطاغ أولا عنده سبب داخلي ثم هذا السبب والعلة الداخلية ينفذها في الخارج فيضغى من حدوده ويفسق عن ثقوره يرى نفسه أنه مستغني يعني الغناء الذاتي القناء الاستقلالي يرى بنفسه أنه يضر وينفع ومستقل ولا حاجة له إلى الإله ولا إلى السماء ولا إلى القدرات الغيبية ولذا الآية أعطتنا هذه القاعدة العامة إن الإنسان لا يطغى متى يطغى الرآه استغنى يعني إذا يرى نفسه أنه صار غني غني بالذات مو غني بغناء الله لأن أولياء الله أغنياء بغناء الله أعزى بعزة الله العزة لله ولرسوله وللمؤمنين الرسول غني ويغني وما نقم إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله ولكن هذا الغناء هذا بالغير هذا بالله تبارك وتعالى هذا كفى بي فخرا أن أكون لك عبدا وكفى بي عزا أن أكون لك عبدا وكفى بي فخرا أن أكون أن تكون لي ربا نعم فهذا الغناء بسبب العبودية هذا لا بحث فيه هذا لا بد منه ولكن الغناء الذاتي والاستقلالي إن الإنسان ليطغى الرآه استغنام فالله يرسل الوباء الجرثومة الصغيرة التي هي جند من جنود الله وما يعلم جنود ربك إلا هو لله جنود السماوات والأرض إن جندنا هم الغالبون يرسل جند تار طير أبابيل تار عاصفة تار ريحة تار يرسل جنودا لم تروها تار جرثومة هذا ما نعرف جنود الله كيف هي كم هي من أين تأتي ما هي قدراتها أي كلها جاهلين هذه الأمور المهم الله يرسل جند من جنود ويؤد بالإنسان ويبيل حدود وثقورا حتى يلتج إلى الله حتى يضطر بالدعاوة التضرع إلى الله فنشرح هذه على ظو هذا المثل القرآني فالقرآن إذا يريد يبين الحقائق العميقة والعلوية تار يطرح بصورة برهان أخرى بصورة جدال أحسن وثالثة بصورة موعظة حسنة وجادلهم بالتي هي أحسن وأخرى لا بصورة قصص نحن نقص عليك أحسن القصص ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن ولذا الآن يعطينا مثل فهذا المثل يكشفنا حقيقة هذه الجرثومة الصغيرة هذه اللي عفست بحياة الإنسان اللي بخمس قرامات ماذا صنعت بالكرة الأرضية وبالإنسانية فالقرآن ذكر أن هذا المثل ولكن بصورة ذبعب بصورة أكبر من الجرثومة يا أيها الناس ما قال يا أيها الذين آمنوا لأن هذا الخطاب للعالم كله للبشرية كلها يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له مثل ما إذا قرئ القرآن فأنصتوا واستمعوا له كذلك هذا المثل لأنه جزء القرآن هذا المتكلم رب العالمين هذا اللي يضرب المثل الله فاستمع لهذا المثل بدقة حتى تعيب وما يعقلها إلا العاقلون إلا العالمون هذه الأمثال إن الذين تدعون من دون الله هذا المثل يحتوي على عدة نقاط النقطة الأولى يريد بيّن ضعف الآلهة أولا الإله أقوى من المألو الراب أقوى من المربوب المدعو أقوى من الداعي فالله يريد يضرب مثل يقول أيها الإنسان أنت التجأت إلى آلهة غير الله هذه الآلهة تار طغاة تار ظلمة فراعنة تقدسون أشخاص تار أموال الدرهم والدينار صار معبود البشرية تار الاقتصاد تار اللهو تار أي نوع كل بشر عندهم آلهة يعبدون بطريقة مباشرة أو غير مباشرة تار أصنام بمعنى أن هذه الآلهة أحسن منكم وإلا لما عبدتموها هذه الآلهة أقوى منكم وإلا لما تضرعتم إليها فبمعنى أنكم اتخذتم قدرات عبدتموها لأنها أقوى وأحسن وأفضل وأكمل منكم فنرسل على هذه الآلهة سواء كان الطغاة أو ظلمة أو فراعنة أو بورصة أو اقتصاد أو عسكرة وأي شيء اللي أنت تعتبر إله وتتكي عليه نرسل لأضعف الأشياء عندنا وهو الذبابة فتحقر هذا الإله اللي هو معبودك والذي هو أقوى منك هاي الذبابة تحقره وتسلب من عنده الشيء شرفه وكرامته وعزته وما يملك ولا يستطيع أن ينقذ ما سلبته الذبابة فطيب أنت أيها الإنسان بطريق أولى إذا هذا إلهك إذا هذا قدرتك هذا اعتمادك عليه حقرناه وسلبت من عند الذبابة حقيقته وشرفه وكرامته فإنت اللي تعبده بطريق أولى لأنك أضعف من معبودك نعم إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له كل قدراتكم الهائلة ما تستطيع أن تصنع ذبابة والآن اليوم المثل هذا القرآن اللي يفسر الزمان هذا معناه اليوم إذا واحد يقرأ هذه الآية يعرف الآن هذا البشر المقرور بتكنولوجيته بعلمه بتطوره وإذا قلت شيئا قال نحن نعيش في عصر النور نحن نعيش في عصر التكنولوجيا نحن نعيش في عصر العلم فالله يقول له طيب أرسلنا عليك جرثومة فيروس لصغره ما يرى إلا أن تكبره بالمجهر مليون مرة إلى يمكن أن تشاهده طيب فهذا الآن فتك بآلهتك اليوم البشرية آلهتها ما هو آلهتها القدرات العسكرية هذا يملك عشرين ألف صاروخ نووي هذا يملك السماء حرب النجوم عند أقمار الصناعية مليئة السماء بأقمار الصناعية هذا إله البورصات لاحظ مؤشرات البورصية كلها فوق هذا آلهة الدولار خزين تمليئة بالنقود والذهب والنفط وغير ذلك هاي اليوم آلهة البشرية البشرية تعبد هذا درهم والدينار فيقول له أرسلنا هذا جند من جنودنا هذا الصغير سلب قدرات آلهتك هاي بورصاتك الهائلة اللي كل أعلام خضر ومرتفع وتفتخر بها هاي قدراتك العسكرية الآن جمع كل هاي آلهتك ومعبوداتك من تكنولوجيا من علمك من غيرها اصنع لك مضاد لهذا الفيروس اقضع لهذا الفيروس ما تستطيع والذي يقول تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له الذباب سلب تقدمهم الاقتصادي تلاحظ بعض رؤساء يفتخر بأنه قدم دولته وقضى على البطالة وتاريخ الدولة الفلانية كلها ما تقدمت هذا التقدم خلال مثلا سنة او سنتين ثلث اسابيع اربع اسابيع اسبوعين هذا الفيروس الصغير المجهري قضى على هذا ما بناه سنين طويلة كل ذي ايام وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه من بعدين قال ضعف هاي المسألة الثالثة في هذا المثال ضعف الطالب والمطلوب طيف فهنا نأتي لي الطالب من هو والمطلوب من هو الطالب هو الانسان اللي يطلب من اصنامه فهذا ضعيف المطلوب هاي الالهة اللي اعتمدتم عليها هاي البورصات والاقتصاد والعسكر والقدر السلة العسكرية وغير ذلك كل هذا آلهتكم ضعيف انتم اللي الطلبون القدرات من هذه ايضا ضعفة ولاحظت هاي الحقيقة كيف الان البشر استأصل استكان ضعفه هو وآلهته هو ومعبوده ولذا ضعف الطالب والمطلوب بعديا مسألة ايضا اخرى في هذه الآية ولكن باستعانة آية العنكبوت هاي الذباب اللي حقرت الطالب والمطلوب حقرت الانسان سبع مليارات انسان يلهف ويركض على هاي الآلهة ويعبد هذه الآلهة من اقتصاد وعسكر وقدرات وغير ذلك كلها ضعفها هذا الجرثوم هذا مو بمعنى انه خلص هذا شي جبار لا بالقياس لكم قهار ولكن بالنسبة لقدرتنا لا هذا جدا ضعيف هذا الفيروس بالنسبة لقدرة السماء لا شي فيريد يبين انه هذا الجند اللي فتك بكم وانت ايها الانسان ومعبودك كل كم ضعفة القدرة لله تبارك وتعالى هذا وين بينا بينا في سورة العنكبوت قال مثل الذين ايضا بسورة مثل مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وان اوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون ولكن وين العلم وين البشرية اللي تعرف هاي الامثال اوهن شي هو بيت العنكبوت هذا مو مبني من الاسمنت لو من الحديد لو من الاجر لا شي جدا هذا نسج العنكبوت من اضعف الاشياء اللي شاهدها الانسان عرفنا هذا بيت العنكبوت اوهن واضعف الاشياء تعال للذبابة الذبابة ماذا صنعت حقرت آلهة الانسان وحقرت ايضا الانسان فهاي الذبابة او بعصرنا هذا المصداق الاخر وهو هذا الفيروس اللي فتك بهاي الانسانية بهاي البشرية راح باوهن الاشياء صيدة هاي الذبابة اذا مرت من بعد ما حقرت الطالب والمطلوب ومرت على نسج العنكبوت تستطيع نتنج نفسها من نسج العنكبوت الذي هو اوهن البيوت لا تقع فريسة لصاحبة هذا البيت وهو العنكبوت فهذ اللي حقر الانسانية صدنا وحقرنا بابسط الاشياء وهو بيت العنكبوت فالنتيجة شنه ريدنا اخذ لو كانوا يعلمون النتيجة بان لا نضيع وقت زايد ولا نعطي فرص كثيرة نعم باب المجال العلم والطيب خل على مجالهم ولكن اسرع باب والباب الوحيد اللي نجينا من هذا اللي حقرنا وهو الفيروس هو التضرع الى الله الالتجاء الى قدرة الله يا رب نحن عبيدك المساكين لا حول لنا لا قوة لنا انا كالذر او اصغر انا اللي حقرتني باضعف جنودك وهو هذا اللي ما يرى الا بالمجاهر الكبيرة والعملاقة فانا تائب اليك فتحصل انه الطريق النجاة الوحيد من هذا البلاء هو الرجوع الى الله تبارك وتعالى فهذا اللي انه المطلوب من ارسال البلاء فارسلنا عليكم اضعف جنودنا الذين كفروا اعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الضمآن ماء هذا الانسان اذا من بعد ينظر الى الحضارة الغربية الى اوروبا المتطورة الى امريكا العملاقة الى الصين الكبير في تصور ان هؤلاء ما الحياة عندهم هؤلاء هم القبلة هم المعبود هم اللي يتجه اليهم ولكن هذا الفيروس كشف ان هذا سراب الذين كفروا اعمالهم كسراب بقيعة القيعة الارض المسطحة اذا يضرب انوار الشمس فيها يصير نوع عكاس للنور يتراء للناس انه ماء الحياة ولذا العطشان يركض وراء هذا لهفان الان اوصل السراب ارتوي نحن مع الاسف هكذا الغرب ارانا السراب الحضارة الغربية الشرقية تصورنا هذه الدنيا هذه السعادة الابدية ولذا اركضنا وراهم نلهف تركنا قيمنا تركنا ديننا تركنا توحيدنا تركنا كل شيء نتصور ان الجنة عندهم الذين كفروا اعمالهم كسراب بقيعة يحسب الضمآن ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيء تعبير رائع مو ما وجده فرغ بين ما وجده وبين لم يجده شيء مرة ماي واقع موجود وانت عطشان وركضت ورا الماء حينما وصلت للماء اخذوا الماء او الماء تبد يعني كان موجود الماء اللي يرفع العطش ولكن الان عدم ومر لا من الاول ما كان موجود انت تتخيل انه هنا كما السراب من البداية ماهو ماي حتى حتى انه ولذا نحن نتصور ان السعادة عند الشرق والغرب بالحياة اللي غير التوحيدية الحضار الصينية عليمن الصناعة الصينية عليمن مبتنية على الشرك على عدم التوحيد عليمن على الشيوعية لا يعني ينفون الاله يعتمدون على ارباب الارض يعني فهاية بنيت على هذا قل يا اهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيم التوراة والانجيل وما انزل اليكم من ربكم فبنيت على لا شيء صير صراب الذين كفروا اعمالهم كصراب بقيعة يحسبه الضمآن ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيء ووجد الله عنده فوفاه حسابا نعم الله اللي تجد هناك اينما تول فثم وجه الله ولذا سيد الشهداء هاي المدرسة الكبرى تريد توصلنا لهاي المرحلة اي مرحلة متى غبت حتى تحتاج الى دليل يدل عليك ومتى بعدت حتى تكون الاثار هي التي توصل اليك عميت عين لا تراك فنحن مع الاسف خلينا غطاء على اعين كون الله يرسل جند فيروس ويعبث بنا ويلعب بحياتنا فترة ويكشف لنا هذه الحجب حتى بعدين نعرف انه لا ملجأ الا الله تبارك وتعالى لا منجأ منه الا اليه المدرسة الحسينية لا من البداية متاغبت حتى تحتاج الى دليل يدل عليك عميت عين لا تراك ولذا الحسين في كربلا شنو كان شعارة حينما ضربه حرملة ابن كاهل الاسد في قلبه الشريف بذلك السهم الميشوم جر السهم اخذ الدم يجرك الميزاب رمى به نحو السماء ثم قال الهي تركت الخلق طران في هواك وأيتمت البنين لكي أراك فإن قطعتني في الحب إربا لما حن الفؤاد إلى أسواك إلهي أمة جد شيعة أبي نجهم من النار بينما هو يناجي الحبيب سمع صوت من جانب المخيم أخي يا حسين يا ابن أمي يا حسين إن كنت حيا فادركنا وإن كنت ميتا فأمرك وأمرنا إلى الله جاوب لسان الحال عنه صعدا فاسيا خدرت حادر أبونا صعب الأمراس كثر العتب شيفي يدفي جثت بلا رأس رد الخامة اشتراه ذا بقلب يا حزين ادقل أخو يا شلو نرجع والخيم حاطت بها رجال اتشام من اتعذرت يا سور العيال أنا روح للي في الشريع مقطعين فرج عنا يا الله إلهي بحق الحسين اكشف عنا هذا الوباء وهذا البلاء شافي كل مريض عجل في ظهور مولانا صاحب العصر والزمان لموتى المؤسسين موتاكم جميعا الفاتحة مع الصلوات